مصطفى أشرف لعب بروسة مونش إجلاد باخ دايما مصطفى أشرف اسم يتم تداوله في سوق الانتقالات المصرية سواء على مستوى الأهل والزمالك بيرامدز وعندية أخرى في فترات الانتقالات المختلفة بقى أنه تقريبا كده سنة ونص سنتين طيب اسم مصطفى أشرف اتطرح مرة أخرى عبر وسائل الإعلام المختلفة والسوشيال ميديا تحديدا أنه الأهل مهتم بيه وأنه الأهل داخل في مفاوضات لضم قلنا نسأل قلنا نسأل وإن كنت كنت قلت لكم معلومة مبارح لو هتفتكروها بس أقول لك الأول المعلومة دي وبعد كده أقول لك المعلومة بتاعت مبارح عيدها لك تادي سألنا فكانت الإجابة واضحة جدا لأ ما فيش مفاوضات مع مصطفى أشرف وما فيش اهتمام في الوقت الحالي من الجهاز الفني لضم مصطفى أشرف من بروسيا منش الجلد باخ وإن الأولوية عند الجهاز الفني زي ما قلنا احنا مبارح يا إما مهاجم يا إما جناح أجنبي وبس على كده يا مهاجم يا جناح أجنبي وبس على كده دي خطة صفقات النادي الأهلي أو ما تبقى من خطة صفقات النادي الأهلي في الفترة القادمة ما فيش مصطفى أشرف فيها مهاجم أجنبي أو جناح أجنبي خلونا نشوف الفترة اللي جاية هيبقى فيها إيه شكرا